أنا يا جماعة الخير بس أستغرب يعني هذا التعصب الرياضي وهذا لن نسل للزاعلون مثل جمهور الهلال وجمهور الأهلي أنا صح أهلاوي لكني والله ما أتعصب لما هو لأنه نسل في بريبي ولا تعرف أنا في أنية ولا في أي خبط أنا ولهذا الرياضة فن وذوق وأخلاق أي اندحنا ألال يعني هذا الشعار الهلي وهذا الشعار الهلال وكلهم عالد سوا وهن يعني وعلكس واحد يعني وملعب كله علكس واحد للي يفزه ويستاهله فما غدا بأنا يعني أهب لنفسي قلت حياة ومحاربة ومشاكل وقد قلنا لا للتعصب الرياضي وهذا الناس ما تدري بك أنت في جان إن أصبت وإن طحت وإن بكيت وإن غدهت هم بأنفسهم ساد دعنا شعارتهم سوا وهنا اللعبين يزعلوا في الملعب ويطلعون حبايب وتلقاها اللي في يعني على اتصالات وفيما بينهن أخوان وحبايب حبايب الرياضية ما تفرقهم الرياضة تجمعهم وحنا المشجعين حارق الرزنة ومهبل لنا يعني سوق وقلت حياة وتعب ومشاكل لا ما هو عين هذا الكاس هذا الكاس ألا ما حضره على شعار المعالجة شعار الأهلي وشعار الهلل منظر يعني حتى يجسد معنا الأخوة ويجسد معنا الرياضة والأخلاق وأنا مشجع من شبابي حتى الآن في هذا السن لكني خلص على الفائز فايز كلهم أهل وحبايب كلهم في وطن واحد لا ما هو يعني النهب لنفسنا يعني سمع بنفسك وتحرق رزك وتتعب نفسك فلا للتعصب الرياضي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق تنبت كالنباتي إذا سقيت بماء المكرمات تحياتي ومحبكم أبو مطرن وادعكم وإن شاء الله دائما أبدا الحبائب حبائب ولا للتعصب الرياضي يحفني